السلام عليكم معكم أحمد حتاحت في فيديو اليوم هنتعلم شو هي ميزة الفريز بانز هاي ميزة كتير مهمة وكتير جميلة نرجع على الأكسل تبعنا اللي عملنا فيه المصروفات اليومية نحن وقت ننزل لتحت نلاحظ انه التاريخ البيان النوع أوت المجموع عدد العمليات كل هذا عم يختفي ما بيظلنا لو عنا داتا كبيرة لتحت كم رضي يطلع لفوق شوف بأني عامود أنا موجود ففي ميزة كتير جميلة ضمن أكسل بتخلينا نخلي هاد الرينج أو هاد القسم ثابت بحيث أد ما نزلنا لتحت بيتم موجود منروح أول خلية نختار View نختار Freeze Bands هاي اللي Freeze Bands عندي ثلاث خصائص عندي إما Freeze Bands اللي هي بيعمل Freeze لصف وعامود بنفس الوقت أو Freeze Top Pro اللي هو صف الأول بس أو Freeze First Column هي هو العامود الأول بس لو اخترنا Top Pro هنلاحظ وجودك خط أصوط صغير ظهار جديد لو نزلنا لتحت هنلاقي المجموع وعدد العمليات موجود تمام بس أنا ما بدي هاد بدي تم ثابت تاريخ عند الأوت من تحتهم كل شي يكون بنتحرك وفوقهم كل شي ثابت بس هنجرب أول شي نكبز Freeze Bands بطلع لنا خيار جيد اسمه Unfreeze Bands فلما أعمل أنا Freeze Bands برجع بيروح هاد الخط الأسود ونرجع حرين بالتحرك ما في شي ثابت هلا أنا حوقف على الخلية B5 اللي بدي فوقها كل شي يثبت وعيسارها كل شي يثبت يعني لو قفت على A5 كل شي من A1 ل A4 ثابت بس مقابل بقلي بقد ما بدي بالعميد الأية مو ثابتة بقى ما أفعل B5 كل شي من B1 ل B4 ثابت وكل شي A ثابت كمان لنختار Freeze Bands Freeze Bands بلاحظ صار عندي خط أسود وصار عندي هون كمان خط أسود ليكو هلا لما أنزل لتحت بلاقيهم ثابتين بصير بحرب التحرك كوي ما بدي وكله ثابت عندي وظاهر طبعا كأنه أنا موجود فوق ما في مشكلة كل معادلات شغالة وهون بالمقابل كله count كله شغالة هلا بالمقابل بقى تروح على اليمين تلاحظ أنه A ثابت صار ندي كله A ثابت control home برجع عندي A ما بدي ثبتها بوقف مرة ثانية أو بحيالة أرنب الورقة Freeze Bands Unfreeze Bands بروح الخط الأسود بوقف على A5 بعمل Freeze Bands هلس هاي كثبت لتحت ومعد في شي على اليسار هاي مايزة تفريز كتير مستخدمة كتير نستعملها نحن إنه نخلي هون ملخص البيانات تبعنا فوق ونشتغل باللوحة تحت هات كان درس اليوم السلام عليكم